حفيفي مبسوط ان الزمالك كسب اكيد جدا جدا ايه اكتر حاجة بستقفى في ماتش الزمالك يعني الحاجة اللي انت كرجل زمالك كوي هتطلع تقول انا فخور بان انا طلعت بها من الماتش انا سعيد بالتغيير في طريقة التفكير في ادارة الزمالك من سنتين فاتو والنهاردة قبل كده كان الزمالك بيدخل مثلا موسم الانتقالات يجيب 7-18-15 احيانا لاعب كلهم في المرحلة بتاعة العيب برومسنج في احتماله يبقى كويس وطبعا كلنا عارفين ان مش كل العيب يلعب كويس في المستوى يقدر يلعب بنفس المستوى ويتطور في مستوى اعلى في النهاية كان بيطلع منهم ملاعب او اتنين وتطارب بيها بتخسر مديا وبتخسر فنيا ثم فكرة انك بتهد فرقة وتبني فرقة والفرقة كلها تقوم بسها جديدة في الملعب ومشور واحد فيهم عنده خبرة وفكرة لك وتتكلم فيها عن الاهلي مفيش حد تقيل ينقل يعمل عملية الترانزيشن من جيل لجيل لازم يكون فيها حلقة واسطة 2 او 3 ايبة منموم ينقلوا يختموا مع جيل ويقوموا جيل تاني ده اللي حصل النهاردة في الزمالك الزمالك بقى فيه ايدنتي انت عارف ان القلب الدفاع محمود علاء انت عارف ده انت عارف ان فيه طريق حامد مقابلة وحاليا يعني مقابلة دي مقصود بيها ان طريق حامد عاش كمان المرحلة اللي انا بكلم عن مرحلة بحبها بالحالة الانتقالات الكتير لكن الزمالي كان يحس ان يتعلم الدرس وبقى يدير بشكل افضل فالنهاردة وانت عارف تتفرج في الملعب ما بتشوفش اللعيبة اللي جات خمسة وستة وحداشر لعيب لا انت شفت اللعيب جاي بس لعيب كواليتي اشرف بنشارك كواليتي فرجاني ساسي كواليتي مصطفى محمد ظروف تانية لا ينطبق عليه ما ينطبق على اشرف وعلى فرجاني ابن القطاع وخرج وخد وقته في الاعراض ونجم كواليتي وخد وقت اكتر في الادابتيشن او التأقلم بسوع نفس الكواليتي ورجعت عبد الشافي كواليتي فانت بتتكلم النهاردة مش عن نادي بيجيب خمس لعيبة مش بالكترة مش بالكم ولكن بالكترة فانا انا شايف دايما ان الزمالك والزمالك في حالته الحالية محتاج في مواسع من تقالك لعب اتنين وشوية اضافات اضافات مش لعيبة تعتمد عليه لان انت احنا كان عندنا مشكلة ان احنا بنجيب لعب من نادي مثلا بيلعب من السابع الثامن وانت نازل وعايز تحمله مسئولية الفرقة تقول ده هيبقى نجم الفرقة وحنلعب عليه مستحيل مفيش لعيب شخصيته ونفسيته تستحمل الكلام ده الوحيدة وهو استثناء طاري حامد اللي دخل الزمالك من سموها ركب ولاعب وكانه بيلعب في الزمالك طول عمر بس دي حالة غير قبل الاتكرار فخلينا ندخل في الجيم نفسه الدربي خلينا نشو حاجة عن فيلر بسرعة في الاول بعيدنا ان نخش في الجيم فيلر بدأ الموسم بمنطقة البساطة اربعة اتنين ثلاثة واحد اربعة اتنين ثلاثة واحد بالشكل الحالي اربعة طبعا واضح جدا اتنين قلبين دفاع عشرة هنا فيه الجناحين واحد فيهم عامل استريتشنج اللي هو حسين الشحات ما بيسيبش الخط كتير وهنا الجناح ده بيلعب لجوه اكتر كان رمضان في بداية الموسم ثم بقى اجايب بعد كده بيدخل لجوه اكتر عشان ما بيدخل لجوه بيفتح معلول فبيبعندك اتنين فاتحين اللي هم حسين الشحات ومعلول وعندك هنا اجايب سترايكر في الحالة دي ومهاجم صريح زائد اللي بيخش من وراء افشة ولو حد بيزيد ان كان السولاية او ديانج الطريقة دي اشتغلت كويس او اشتغلت كويس اشتغلت كويس اشتغلت كويس جدا او اشتغلت كويس جدا رجع فايلر بعد الكورونا عمل حاجة غريب عمل تغيير انا بشوفه غير مجرر انه قرر فجأة يلعب 4-4-2 وفيه ناس بتقول انه بيلعب 4-4-2 لانه ما عندوش الادواب تات 4-2-3-1 لانه الوينجات مصابين ورمضان خرج انا شايف ان لا لانه فيه اوقات كان بيبع عنده افشة وكان بيبع عنده جيرالدو وكان بيبع عنده اجاييه وبيختار يلعب اجاييه مهاجم وبيلعب بجيرالدو وينج ليفت وافشة وينج رايت وهنا فيه اكتر من مشكلة اجاييه ممكن يلعب ساكن سترايكر افشة مش لعب خط افشة لعب محوري افشة يقدر يتحرك بين هنا تحت خط الدفئ تحت خط النص يتحرك بين الخطوط يستلم في البوكتس في الملعب ويشكل خطورة افشة لعيب عنده رؤية افشة لعيب زي ستايل عبدالله السعيد زي ستايل لعيب اكترة جدا لعيب محوري حتى الناس عارفة الناس فهمت دلوقتي وانت بتتفرج انت تقدر تشوف زيزو احمد ستايل زيزو من اول لحظة تقول لعيب خط ونجم لعيب خط لأ افشة لعيب محوري اكتر لكن هو لعبي جنب الخط الناحية تاني لعب جرالدو اللي هو اشور وعايز يلعب على شماله فبيعمل بلوك على معلول انت معلول محتاج الوينج اللي قدامه يخش جوه عشان معلول يتير لان اهم نقطة قوة في الالي هي طيران معلول اهم من اي بلايميكر اهم من اي وينجر فانت محتاج الراجل اللي هنا ده يكون بلعب بيمينه اكتر عشان يخش ويسيب مساحة لمعلول ما يكونش لعيب عايز يلعب على الخط لان في اللحظة دي هما الاتنين سهل انك باقل عدد من اللاعبين الخاص ما تقفل عليهم هما اصلا عاملين بلوك على بعض لكن هو قرر يلعب اربعة اربعة اتنين انا الستيل مش فاهم يمكن تنجح بعدين مش عارف مش متأكد بس ده اللي حصل نيجي بالماتش الدربي عشان عمل حاجة جديدة خالص وهي انه لعب اربعة تلاتة تلاتة ستيل مشكلة افشل اللي هو لعب مش خط خالص لعب محوري لكن هو لعب بي وينجرايت ولعب تلاتة هنا والكونسبت نفسه ما فيه مشكلة لكن التطبيق هو اللي كان فيه مشكلة التلاتة هنا هو اما حمدي فتحي وديانج والسولية وحمدي فتحي والسولية كانوا احيانا بيبدلوا مع بعض واحد فيهم هو اللي بيزيد شمال والتاني هو اللي بيس قد تحت تمام اول حاجة وانت بتشوف الطريقة دي هل حد في الناس دول لعيب كورة يقدر يكون صنع لعب بشكل مختلف لا هل حد فيهم هداف لا هل حد فيهم عنده زيادات اوف 18 لا طب الناس دول ايه هي قدراتهم الاهم ان يقدروا هنا يأمنوا يحموا الباك رايت ويدولوا في مساحة نصير ويحموا الباك ليفت اللي هو اهم واحد في الملعب عند الاهلي ويدولوا فرصة انه يطير فيبقى فيه شيء من التوازن اكتر مع منح الفرصة للباك رايت والباك ليفت ان هما يزيدوا اللي حصل ايه اللي حصل هي عملية اختيال لمحمد هاني اختيال كامل لمحمد هاني محمد هاني يلاعب هنا افشا مش قادر يساعده لان افشا مش قادر اصلا يلاقي نفسه في المكان ده والغريبة ان ديانج اللي هو يفترض ان يكون اكتر واحد بيكفر هنا ديانج ما كانش خالص بيقرب منه لا ديانج كان مطت فوق ديانج كان فوق هنا دايما وده المشكلة وما كانش بيفتح حتى خالص ديانج كان بيلعب في المساحة ممكن دي اللي ممكن اشور عليها هنا دي هي دي المساحة اللي كان بيشارك لغاية نص ملعب الزمالك فمحمد هاني هل بيساعده افشا لا هل بيساعده ديانج لا اذا السؤال هنا الاهم ما هو المطلوب من محمد هاني لما نيجي نشوف انا كان معنا صورتين اه 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 لمحمد هاني عشان نتكلم عن النقطة دي قد ايه هو الظالم محمد هاني ممكن يكون لعيب على مصدر الخبر اقل وما فيش مجلة المقارنة بينه وبين فتحي لان ما فيش مجلة المقارنة بين فتحي وبين اي باكرايد دي حاجة فتحي طبعا لعيب وخبرته حتى اكبر هل محمد هاني ممكن كان عنده مشكلة اه عنده مشكلة بس هل محمد هاني هو السبب في ان الجبهة كانت مستبحة لا مش هو السبب السبب كان انه متسابل واحده خالص لا دي صور اشرف بن شارقي لو خدنا الصور اللي بعدها دي صور اشرف بن شارقي فليب دي مجموعة صور خاصة باشرف بن شارقي فلو خدنا لو خدنا محمد هاني اوه محمد هاني هي الفكرة الاساسية انا ممكن كفرد كانديفيديو لعمل اخطاء ممكن اغطي وحش ممكن اقف وحش ممكن اترأس بسهولة ممكن اتحط في ظهر العيد بسهولة زي ما اشرف بن شارقي احطه في ظهر فجول الاول بس انت مبدئيا وفرلي الحد الادنى من الحماية ما بقاش اللي بيحميني دايما ياسر ابراهيم لان الياسر ابراهيم فوظل كل تلاتة في وسط الملعب التلاتة عندهم نزعة اكتر دفاعية ما فيش حد فين بليميكر او هداف وياسر ابراهيم اللي بيحميني فانا عندي مشكلة في العمق هنا انا عندي مشكلة هنا في العمق لما اضطريت فوظلنا يعني لو بلعب باثنين بس وبيطلع ياسر ابراهيم ماشي لان في واحد من الاثنين ممكن ينزل يسقط تحت هنا مكانش بيحصل ففكرة الزيادة العددية عموما في الكورة مبنية على ان في لاعب بيتحرك في مكان فبيعمل زيادة عددية او لاعب بيتحرك في مكان تاني فبيعمل زيادة عددية داخل الثمانتاشر او هكذا هذه الصورة في فيه اه لما ليجي نشوف هنا فين اليو ديانج اليو ديانج في نص المرعب فين افشا افشا هو اللي واقف وراه هاني فيه اتنين على واحد بمنتهى السهولة واضحة جدا جدا مفيهاش اي هزار مين اللي المفروض يطلع يقابل عبدالشافي هو خارج الوينج الظهير الباكل افشا اللي بيقابله افشا او على الال بيكون قريب منه افشا بعيد بعيد اولا بشكل عرضي وبشكل طولي يعني هو بعيد عن الخط بعيد عن عبدالشافي بشكل عرضي وبعيد عنه بشكل طولي هنا اصبح اتنين على واحد واضحة جدا حطلي الموقف ده ثلاث اربع مرات هينتو جعلنه ايه هاني هيتضرب مطأ سهل جدا مفوش كلام يعني لا لعيب الدايرة بيميل عليه بيعمل دابل اوب ولا الراجل الوينج بيرد كويس فانا عندي فكرة هاني محمد هاني لوحده على فكرة كان ذاكي جدا بعد ما زمالك جاب الجنه راح واقف يعني اتفرجت الستوديو التحليل اللي اللي انا عملناه هنا في النهار انا على طول رح تشريحها انه هو بعد الجنه على طول حتى في التكملة راح واقف يعني اللي كان مطلوب هو زكاء منه تمام ومعلول على فكرة كان في وقت الوقت كان لازم يعمل كده يعني بعد ما جبت واحد واحد كان لازم يوقف لازلك ونجمي بتحرك في دهره تعال نشوف دي مثلا اللقطة دي اللي الطريق استلم بصدره ولعبها لاشرب بن شارق اللي هو في اخر الصورة هناك واستلم وحاول يعدي ويشوت وطاعت هنا لما نشوف فين ديانج ديانج مش مسك اي حد يعني ديانج جواب الدايرة ديانج لم قابل باك تاير ولا رجع يساعد ولا متمحور في الدايرة في النص التاني من الدايرة اللي ورا مثلا هل هو ضاقت على حد ديانج خالص انا مش عارف وجوده هنا ممكن يكون بيعمل ايه فين افشا افشا هو اللي قريب من فرجاني فرجاني هو اللي قدام طريق اشه هو اللي قريب من فرجاني فهنا ده الوينج رايت ضامم جدا 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 ولعيب نص الملعب اللي ممكن يكون وازن نص الملعب بقى كالدايرة فاضية اعرف ليه عافية وده الكلام اللي احنا قلنا ان انت النهاردة لما بتغير طريقة اللعب لازم تفهم ان اللعيب المصري ما عندوش التكتكال نوليدج او الميموري او الكارت الميموري الجوه مخه مفوش اي تغزيم من الوعي التكتيكي اي مخزون من الوعي التكتيكي وده غلطة انا حصلت معي او مش تغلت مدرب تغير طريقة اللعبة من دايامون اللعيب ما عنداش مخزون فاللعيب